نعم في الواقع فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية كانت أجرت اتصالات طبعا من خلال الرئيس ماكرون الذي اتصل بكل من رئيسي مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين وأيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون كما اتصل ماكرون كل ذلك حصل في يوم واحد الخميس الماضي اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ثم كان له في اليوم التالي أي الجمعة من الأسبوع الماضي كان لمكرون شريط فيديو مسجل توجه به إلى اللبنانيات واللبنانيين مؤكدا أن لبنان غال على قلبه وعلى قلوب الفرنسيين عموما وداعيا اللبنانيين إلى النأي بأنفسهم عن الصراعات المفتوحة في المنطقة كما دعا ماكرون نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي إلى تحمل مسؤولياته ووقف التصعيد عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية فرنسا وكما تقول مصادر دبلوماسية هنا بدأت مسعى جديدا ولكن بعيدا عن الأضواء في الكواليس هذا المسعى يستند إلى نقطتين رئيسيتين الأولى دعوة الجانب الإسرائيلي إلى وقف توسيع الدائرة الجغرافية لعملياته في لبنان وتحييد المدنيين خصوصا ويطلب من حزب الله ضمن هذا المسعى الفرنسي الجديد أن يعمل على الفصل تماما بينما هو حاصل في غزة وما هو حاصل في لبنان وضرورة وقف التصعيد من جانبه أيضا أي من جانب حزب الله إذا ما تجاوب الطرفان الإسرائيلي واللبناني أي حزب الله مع هذا المسعى الفرنسي الجديد يصار لاحقا إلى عودة التفاوض على بنود الخطة التي كانت طرحتها فرنسا وعرضها وزير الخارجية السابق استفان سي جورني طبعا صار هناك وزير خارجية جديد مع التغيير الحكومي في فرنسا ولكن سي جورني كان عرض الخطة الفرنسية مرتين خلال الأشهر الماضية على الجانبين الإسرائيلي واللبناني وهنا أختم لارا لو سمحت لي سيلعب قائد الجيش العماد جوزيف عون دورا مركزيا في المسعى الجديد لفرنسا سيكون العماد جوزيف عون في صلب الدور الذي يمكن أن تسهل فرنسا أن تسهله فرنسا التي كانت تسعى لعقد مؤتمر دولي يخصص لدعم الجيش اللبناني قبل أشهر وتمكينه من التزود بكل الوسائل العسكرية واللوجستية للقيام بمهامه إذا ما عقد هذا المؤتمر الدولي يمكن للجيش أن يعزز انتشاره في منطقة جنوبي نهر الليطاني أن ينتشر ما بين 10.015 ألف جندي في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل معززين بوحدات إضافية من قوات حفظ السلام الدولية اليونيفل ولكن خلافات حصلت بين أطراف إقليمية ودولية معنية بشأن لبناني حالت دون تنفيذ الخطة الفرنسية ودون عقد المؤتمر الدولي الداعم للجيش اللبناني لارا فرنسا تعود إلى ممارسة ضغوط كبيرة في هذا المجال خلال الساعات المقبلة